اشتركوا في القناة الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإصدار التقويم البحريني لعام 1443 للهجرة مثمنا جهود اللجنة العليا للتقويم البحريني التي أشرفت على التقويم وضمت نخبة من علماء الدين من الطائفتين الكريمتين بالإضافة إلى علماء الفلك والمختصين الذين يشكلون امتدادا لما تميز به الرواد الأوائل من أبناء البحرين بعلم الفلك والحساب الفلكي في تحديد الأوقات الشرعية وأكد معالي شيخ خالد بن علي آل خليفة أن التوجيه الملكي السامي بإصدار مملكة البحرين لتقويمها للعام الهجري 1443 جاء بهدف زيادة الدقة في تحديد مواعيد الصلوات وبداية دخول وخروج الأشهر القمرية وقال إن التقويم الهجري يعد جزءا مهما من المنظومة الإسلامية مشيرا إلى استحداث خدمة تحميل التقويم الهجري لعام 1443 عبر تطبيق إسلاميات بالتنزيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اشتركوا في القناة